بدأت معركة تسيد ألا عم نسمع عافية رادو بهالمعركة ما في حصاني على حدا لازم ياري في الجميع أنا أول واحد متهم بالجامورية اللبنانية وكنت رئيس الدولة خمسة عشر سدي ما راح رئيسة مريّة عالخارج وبالداخل ولا راح رئيس حكومة عالخارج وبالداخل وكانت ما كان سؤل عني إلا قالوا عندي ملف مالي والقضاءات اللي هون بيعرفوا إنه الملف ما كان في شي كنت بريء ما توسطت حدا حتى إخد براءتي ولا حكيت مع حدا حتى الطيار الوطني اللي كان عم يتظاهر وبقيهم كل يوم الوجود السوري في لبنان وصيتوا إياه ثم إياه أن يتظاهر ويطالب ببراءتي بعدين وقت اللي جيت لهون ورجعت أخد براءتي من القضاء كل واحد أنا نموزة للمتهم الأكبر في لبنان كل واحد يتهم مشبور يمسوا لأمام القضاء ولا بنكون أمام مش جلي كبيرة ترجمة نانسي قنقر